أهلاً فيكم حبايبي برج الجديد سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عمت تعامل مع برج الجديد ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن أنت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس إنه بيفيدك أو بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك عم شوفك أنت بدك علاقة أو بالمستقبل تطمح بعلاقة إنه تكون هارمونيوس أو إنه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت أيضاً واحدة من الأسباب بطاقتك في المستقبل إنه عندك five of swords five of swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب إنك تخسر ناس في الطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم إنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم إنك بدك بداية جديدة مع هالشخص لأنه العام المشترك بينكم هون فيه بدايات فإنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر هو بده بداية عاطفية أكتر فعم شوف إنه إنت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم إنه إنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك إنت بدك الأمور تمشي متل ما إنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي أنت بدك ياها أو بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن أكتر بحيث إنه يمشي مع اللي أنت بدك ياه أو اللي أنت بتتوافق معه طيب إنه نشوف هالشخص لأنه هو مبين إنه منطوي على حاله بها الفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدم له إليك لأنه في عندك هال الفارس على الخيل أو على الإحصان متجاه إلى مطرح متجاه إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده ياها تكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك لحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره أنت ممكن أصلا ما تتوقع أو ما تفهم وما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لـ The Lovers تتحدث عن سولمات وأيضا تتحدث عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوه انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق راح تكون متناغمة مع بعض أو راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج أو راح تكون في مطرحين مختلفين فكرياً عقلياً فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الكميونيكيشن ترمز أيضاً إلى اعترافات فأي إشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه أيضاً The Star Wish راح تشاركوا لبعض أو راح تحكوا لبعض عن آمالكم بهالعلاقة أو يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلى أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضاً وشف في المنت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بصراحة أوكي حسناً نبين أنه في حدا بي حياتك حالياً يا برج الجديد عم يطالب باهتمام أكتر منك Do something for someone بدك تبين مشاعرك أكتر لهالشخص لأنه عم حسك أو عم شوف أنك منغلق أو منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد في أيضاً عندك five of actions five of thoughts فعم بتحس بي خسارة من خسارة علاقة أو عم تحس بي خيبة أمل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بي disappointment أو بتحس بي خيبة أمل ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحالياً كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار سواء كان لأنك تبين لهالشخص إنك بتحبه أو بدك توضح له معلومة بدك توضح له إشي معين هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار طيب نبلش بي طاقتك أول يا برج الجديد كتير عم شوفك guarded في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى عم شوفك أيضاً كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو مركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوفك أنت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح ولكن أنت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف أنه هالشخص أنت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص وإنت بدك تحكي لهالشخص معلومة أنت كنت مخبيها اعتراف ممكن أو بدك هالشخص يكون معك صريح جداً عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك أي مشكلة أنه إذا يعني العلاقة ما نجحت أو إشي مثل هيك ما عندك مشكلة أنه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي أو إنك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندرد تبعك أو متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حالياً متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة عم يحس إنه مهاجم وعم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله أيضاً ممكن يكون بتناقض هالشخص بأفكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش متل ما أنت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم يقدمها لإلك وإنت عم شوفك بدك إشي أكبر من هيك بدك إشي بالأصح ملموس إشي بالفعل تعتمد عليه أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تأدي إلى زعلك أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بأنك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن أنت شوفك في أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالشخص فبينتهي الوضع إلى أنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوفي أنه فيه أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالشخص ممكن يكون الشغل ممكن يكون أي شيء آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها بورج الجديد ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع بورج الجوزاء و بالأخص بورج الجوزاء عم تتوقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت يتبع بورج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف أنه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس أنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسا العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس أكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس أنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف أنه أنت مركز كتير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة أمل كتير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا أنت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس إنه الشخص ضاع منك هاي باي